موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 7 اليونت السابع الدرس السابع عنوان الدرس انجليش اند سبورتس اللغة الإنجليزية والرياضة التحدي الخاص باللغة الإنجليزية وتحدي الرياضة موجودة صفحة 102 من كتاب الطالب صفحة 100 من كتاب النشاط قبل ما نبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمه الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الاستاء الطاع حسين ودرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف صفحة 102 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة English and Sports اللغة الإنجليزية والرياضة اليوم راح نتحدث عن التحديات اللي عملوها مدرسة النهر الأحمر مع مدرسة الشجرة الخضراء وتحديدا بهالفقرة نتحدث عن تحدي اللغة الإنجليزية وتحدي الرياضة إذن أسفلها مكتوب Listen and Read استمع وقرأ Is Nadia correct? هل Nadia إجاباتها صحيحة? Tick, ضع yes or cross أو خطأ هنا هذا الاختبار اللي تعرضت لنادية بالتحدي المدرسي الخاص باللغة الإنجليزية عرفنا بدوره السابقة أنه Nadia هي اللي راح تعمل التحدي الخاص باللغة الإنجليزية أو المسابقة اللي بين المدرسيين فهنادية هي اللي تمثل مدرسة الشجرة الخضراء بتحدي اللغة الإنجليزية فهنا يقول لي استمع إلى قوانين التحدي أو الأسئلة الخاصة بالتحدي اللي انطوها النادية على ما تعمل الاختبار مع التحدي الخاص بين المدرسيين استمع لهذا المقطع الصوتي وبعدها اقرأ اقرأ إجابات Nadia على الأسئلة بعدين نضع صح صحح لها النادية إذا كانت إجاباتها صحيحة أوضع صح وإذا كانت إجاباتها خاطئة أوضع خطأ إذن راح نستمع المقطع الصوتي نحاول بعدها نقرأ مثل ما قرأ المقطع الصوتي ونصحح النادية أجوبتها على هذه الأسئلة نستمع المقطع الصوتي أول شيء مونتين 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 إذن بعد ما استمع للنادية تتحدث عن قوانين الامتحان أو الأسئلة الخاصة بالامتحان يطلب من أندي أني أصحح النادية إجاباتها إذا كانت صح أو خطأ وبعدها راح يطلب من عندي أني أنطي الإجابات الصحيحة اللي خطأت بيها نادية وأنطيها درجتها من تسعة باعتبار أنه خمس نقاط وصل واربع نقاط إملاء فأنتطيها درجتها من تسعة باعتبار كل نقطة عليها درجة نجي الآن نصحح أجوبة نادية هنا يقول لي وصل وصل الكلمات بالصور الكلمة الأولى سويتس سويتس معناها حلويات نجي نشوف توصيلها صحيح نعم صحيح هذه صورة الحلويات فأوضع صح بهذا المربع سلايد زحليق نشوف موصلتها بالمكان الصحيح أو بالصورة الصحيحة نلاحظ أن موصلتها بالمرجوحة إذا إجابة خاطئة فأوضع خطأ كوكيز معجنات نشوف إجاباتها صحيحة موصلتها بالمعجنات إذا إجابة صح فأوضع صح هنا بهذا المربع سوينغ سوينغ أرجوحة نجي نشوف موصلتها بالمكان الصحيح أو بالصورة الصحيحة نعنى موصلتها للزحليق إذا الإجابة خاطئة فوضع خطأ بالمربع Sandwich اللي هي الشطيرة شوف إن وصلتها بالمكان الصحيح نعم وصلتها بالصورة الصحيحة فوضع صح وهذا المربع بعدها السؤال الثاني Spell Spell معناها الإملاء إملاء هذه الكلمات منطيها صور ويطلب من أدها الكلمة المناسبة للصورة فنلاحظ أن هنا صورة النهر فهي كاتب ريفر نهر لكن نقص حرف اللي هو حرف الإي إذا إجاباتها خاطئة بعد نشوف كلمة mountain جبل تكتب بهذه الطريقة نعم ملاها صحيح فوضع عليها صح waterfall شلال كذلك صح lake بحيرة كذلك ملاها صح إذن هي خطأانة بثلاث كلمات اللي هي slide swing or river والامتحان من تسعة إذن درجتها ستة من تسعة فهنا نبأسفلها بعد ما صححنا وقرأنا Look at Nadia's Challenge انظر إلى هذا التحدي الخاص بنادي أو أسئلة نادية and answer the questions واجب على الأسئلة التالية What is wrong ما الخطأ شن الخطأ اللي ارتكبتها نادية بالامتحان قلنا ثلاث أخطاء slide swing or river فأكتب الكلمات الخطأانة بيها نادية اللي هن slide swing and river number two give Nadia a score from one to nine my score is فراغ يقول لك أعطي نادية درجة من تسعة من واحد لتسعة باعتبار الامتحان من تسعة درجات فأنا شنه درجة تلطيتها ذكرنا أن هي خطأ ثلاث أخطاء فهي درجتها بستة من تسعة هذا ما يخص النشاط الأول استمعنا المقطع الصوتي قررنا أجوبة نادية صححناها وجوابنا على الأسل المتعلقة بيها هذا مجرد تحضير يومي بداخل الصف غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي هذه الكلمات كلنا نحن حافظين ملاهن بدروس سابقة بوحدات سابقة نعرف أن ملاهن مهم لذلك نحن حافظيهن مسبقا ما يحتاج نذكر أنه لازم نحفظ ملاهن ننتقل للنشاط الآخر كذلك listen and read استمع وقرأ هذا النشاط الخاص بتحدي الرياضة اللي بين المدرستين فكذلك يطلب من عندنا نستمع المقطع الصوتي وبعدها أجاوب على الأسل المتعلقة بهاي الصورة اللي هي تعبر عن تحدي الرياضة نستمع المقطع الصوتي وبعدها نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النشاط track 144 listen and read hello my name is Kareem my school is the green tree school I am doing the sports challenge here are the rules there are two teams team A and team B there are twelve balls and we pick up a ball and run fast and put it in the bucket the team with the most balls in the bucket is the winner and then بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وتعرفنا على القوانين الخاصة بنشاط الرياضة اللي هو التحدي الخاص بالرياضة يش يقول لي؟ يقول لي هنا أنا لدينا فريقين أنا كريم رح أفعل تحدي الرياضة وأنا من مدرسة الشجرة الخضراء يقول أكو فريقين اللي هو فريق A وفريق B وأكو 12 طوبة وسلة التحدي شنوه؟ التحدي هو أنه نحمل الكرات إلى السلة بأسرع طريقة ممكنة والفريق اللي يوصل الكرات كلهن إلى السلة هو الفريق الفائز عرفنا التحدي نجي نجاوه على الأسئلة المتعلقة بهذا التحدي Look at Kareem's Challenge انظر إلى التحدي الخاص بKareem اللي هو تحدي الرياضة and answer the questions واجب على الأسئلة التالية Which team has the most balls in the bucket؟ أي فريق من الفريقين اللي هو فريق A وفريق B has the most balls اللي لديه كرات أكثر in the bucket في السلة نجي نحسب الفريق A كم كرة واضع بالسلة وفريق B كذلك كم كرة واضع بالسلة فريق A نلاحظ أنه 1 2 3 4 5 6 7 8 8 كرات لفريق A 1 2 3 4 5 6 7 و7 كرات لفريق B إذن الفريق اللي لديه كرات أكثر في السلة هو فريق A فأقول Team A 2 How many balls are there in the team A's bucket كم كرة في السلة الخاصة بفريق A؟ حسبناهن أنه فريق A واضع ثمان كرات في السلة فأكتب 8 balls أو فقط أرقم 8 ثمانية 3 How many balls are there in team B's bucket؟ كم كرة في السلة الخاصة بفريق B؟ كذلك حسبناهن وجدناهن سبع كرات فأكتب 7 Give Kareem a score from 1 to 12 My score فراغ أعطي Kareem درجة من 1 إلى 12 شقدت الطيج كم درجة من 12؟ باعتبار أن هناك 12 كرة وهو واضع ثمان كرات في السلة إذن شقدت أنطي من 12؟ أنطي 8 من 12؟ أكتب 8 هذا ما يخص هذا النشاط كذلك هذا النشاط صفي يسأل الأستاذ عنه بكتحضير يومي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي فقط نشاط صفي للتسلية ننتقل إلى كتاب النشاط What do you think؟ ماذا تعتقد؟ Put your ideas in order رتب أفكارك بالترتيب هنا منطيني أربع صحات وش مكتوب؟ مكتوب Very 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 اللي طبعا Very معناها جدا بعد ثلاث صحات منطيني Very 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 ثلاث صحات مكتوب Very Very صح وحدة Not Very والأكس معناها No شين المطلوب؟ بعد ما عرفنا أنه كل صح معناها Very أربع صحات منطيني أربعة كلمة Very ثلاث صحات منطيني ثلاثة Very وهكذا مع البقية هنا أنا شي يقول لي؟ يقول لي I must help my family يجب أن أساعد عائلتي هذا كم صح تنطي أو كم Very يعني هذا القانون اللي هي درجة يجب أن أطبقه أربع صحات يعني جدا ضروري أني أطبق هذا القانون ثلاثة أقل اثنيا أقل واحد مو ضروري أني أطبقه والأكس اللي معناها No يعني معناها لازم ما أطبق هذا القانون فأنظر للقانون أفتهمه ووضع صحات حسب القانون فمثلا أنا يجب أن أساعد عائلتي كم صح أخلي؟ أنا أخلي أربع صحات هذا قانون ضروري جدا يجب أن أساعد عائلتي بعد I must be good to my friends يجب أن أكون جيدا مع أصدقائي كم صح؟ كذلك هذا قانون ضروري جدا يجب أن أكون مساعدا مع أصدقائي I must pray يجب أن أصلي كذلك يخلي لها أربع صحات I must eat healthy food يجب أن أأكل طعام صحي فهنا أنا مثلا أقدر أقول ثلث الصحات ضروري جدا أن أأكل طعام صحي I must take exercise every day يجب أن أقوم بالتمارين كل يوم كذلك أوضع هنا أربع صحات هذا شيء ضروري جدا أو قانون مهم جدا I mustn't stand on the swing يجب أن لا أقف على الأرجوحة كذلك أنا أحدد كم صح مثلا أكتب صحين Very very important جدا مهم أن هذا القانون أني لا أقف على المرجوحة I must do my homework يجب أن أعمل واجبي بيتي كذلك هذه أخلي مثلا أربع صحات لأن شيء ضروري جدا I must shout in the class يجب أن أصرخ في الصف ضروري أن أعمل هذا القانون أكيد لا فأكتب X على مثل خطأ اللي هو يجب أن ما أعمل هذا القانون I mustn't go to bed late يجب أن لا أذهب إلى الفراش متأخرا إذن ضروري هذا جدا أني ما أذهب إلى الفراش متأخرا I must keep my bedroom tidy يجب أن أحافظ على غرفة نومي مرتبة فهي كذلك أوضع التصحات كعلامة مع النوعاني مع هذا القانون هذا ما يخص هذا النشاط كذلك هنا أنا مجرد يريد يختبر فهم التلميذ للقوانين اللي حفظه للقوانين I must و mustn't باستخدام must و mustn't اللي أخذناها بدروس سابقة وعرفنا أن نستخدم لإعطاء القوانين ننتقل للنشاط الآخر Ask your partner اسأل زميلك Put their ticks in the table وضع العلامات الصحة اللي وضعها بكتابة على الجدول الخاص بك طبعا نحن ملينا جدول الأول هذا رأيي أما هذا الحقل الثاني فهو رأيي زميلي أسأل زميلي كل تلميذ يسأل زميل اللي قاعد بصفة يقول أنت شو وضعت بهذا الحقل أنا وضعت مثلا أربع صحات أنت شو وضعت فيكتب إجابات زميلة بهذه الحقول هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي مجرد يسأل الأستاذ كالتحضير يومي شفويا عن هذه الأسئلة ننتقل إلى النشاط الآخر write sentences about the library rules أكتب جمل عن قوانين المكتبة اللي خذناها من درس السابق on the activity book page 94 في كتاب النشاط صفحة 94 اللي شرحنا عن درس السابق use must or mustn't استخدم must أو mustn't منطين المثال هو يريد يذكرني بأحد القوانين you mustn't shout in the library يجب أن لا تصرخ في المكتبة تذكرون بقية القوانين نحاول نذكرها مثلا القانون الأول you mustn't write on the books يجب أن لا تكتب على الكتب بعد you must take care of the books يجب أن تعتني بالكتب you must talk quietly يجب أن تتحدث بصوت هادئ you mustn't eat يجب أن لا تأكل بداخل المكتبة طبعا you mustn't run around يجب أن لا تركض بداخل المكتبة you mustn't take books home يجب أن لا تأخذ الكتب إلى البيت you mustn't drink يجب أن لا تشرب بداخل المكتبة هذا ما يخص هذا النشاط أنا يريد يذكرني أو يراجع لي قوانين المكتبة اللي يخذناهن بالدرس السابق ويشوف التلميذ حفظهن لو ما حفظهن طبعا هي مضرورة أن نحفظ قوانين المكتبة لكن إذا التلميذ يريد يشارك بيهن كنشاط صفي أو حتى من الممكن أن يشارك بيهن بالاصطفاء باعتباره هو حافظ قوانين المكتبة باللغة الإنجليزية يشارك بيهن كنشاط لا صفي فهي شيء جميل أن يحفظ تلميذ قوانين المكتبة باللغة الإنجليزية أما هي واجب حفظهن لا مواجب حفظهن مجرد هنا يريد يختبر أنه إذا واحد من التلاميذ قدر يحفظ قوانين المكتبة ننتقل لك النشاط الأخير look, say, cover, write and check هذه اللعبة اللي نعبها بكل يونت بنهاية كل يونت أنظر أنظر للكلمة say أنطقها أقول مثلا must cover أغطيها أغطيها بإيدي write أكتبها بهذا الحقل وأنا أغطيها بإيدي وبعدين check أتفقد أتفقد إملائي لهذه الكلمة فمثلا أكتبها مرة ومرتين وثلاثة وكذلك مع بقية الكلمات أنظر لها أقولها أغطيها بإيدي وأكتبها وأنا أغطيها هذا مجرد نشاط يريد يزيد تركيز التلاميذ على إملاء هذه الكلمات وكذلك يزيد سرعته بحفظ إملاء الكلمات هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا به تحدي اللغة الإنجليزية والرياضة لاحظنا أن جميع أنشطة هذا الدرس أنشطة صفية غير مهمة بمتحان التحرير أو المتحان الشفوي متجرد يسأل الأستاذ كتحضير يومي بداخل الصف ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة منكم على الشاشة